3 ديسمبر هو اليوم العالمي لذوي الهمم احتفالية عالمية الأمم المتحدة حددت اليوم ده من سنة 1992 يعني من حوالي تقريبا 30 سنة كل سنة يوم 3 ديسمبر يكون هو هذا اليوم بالمناسبة دي أكدت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية إن مصر عبر تاريخها بتعتبر من أوائل الدول التي عملت على تمكين ذوي الهمم وستظل تعمل على تعزيز دورهم ومنحهم الفرصة الكاملة من خلال المبادرات الرئاسية والحكومية المختلفة وده حقيقي 100% مصر من أوائل الدول فعلا ومن زمان من تقريبا من أكتر من 20 سنة أكتر والله يمكن من 30 سنة ويمكن من قبل حتى ما يبقى فيه يوم عالمي لذوي الهمم ومصر لديها من القوانين والتشريعات ولديها أيضا من الحس والاتجاه لدعم إخوتنا ذوي الهمم ترجمة نانسي قنقر